مشاهدين رأس خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة العام المالي الجديد الفين واربعة وعشرين واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الفين واربعة وعشرين وأصدر قراره بشأنها متضمنا ما يلي واحد تقدر الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال اثنان تعتمد المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال ثلاثة يقدر العجز بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريال وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ترجمة نانسي قنقر